أعزائي التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الخامس وهو تكملة للفصل الأول اللي أخذناه بالدرس الماضي واليوم عندنا موضوعنا هو مجموعة التقاطع والاتحاد مجموعة التقاطع والاتحاد تقاطع المجموعات تقاطع المجموعات إحنا أعزائي التلاميذ نشاهده بحياتنا اليومية بكثرة التقاطع الموجود مثلاً أقرب مثال لكم أنت يومية تروح لبيت راح تشوف تقاطع بالشارع موجود تقاطع بالشارع بمنطقة من أنت راح تطلع راح تشوفكم التقاطع مع الشارع أيضاً طلاب الموجودين عندنا بيأنتوا هساً طلاب تلاميذ موجودين في الصف الخامس ابتداي أو بيك يلعب بيك يلعب فريق كرة القدم فريق كرة القدم مع المدرسة وأيضاً نفسه هو موجود في فريق الكشافة لرفعة العلم هذا أنطيك عليه فكرة مبسطة نأخذ مثال لو أسألكم أبناء التلاميذ هنا شين الحيوانات أو ما هي الحيوانات التي تأكل اللحوم راح تقول لي أستاذ الحيوانات الحيوانات التي تأكل الحيوانات التي تأكل اللحوم هي هذا ما رأي عليكم درسكم بالعلوم راح تقول شين الحيوانات التي تأكل اللحوم راح نأخذ قسم من عدها أكتب هنا المجموعة أنا قلنا المجموعة نسميها مجموعة الحيوانات هي نفس راح نسميها باسم الحيوانات راح يقول لي أستاذ يلا الحيوانات التي تأكل اللحوم راح يقول لي الأسد لا تنسون الفارزة اللي قلت لكم عليها بالدرس الماضي الأسد النمر والسقر والسمكة والقطة هذه مجموعة الحيوانات التي تأكل اللحوم أريد مجموعة ثانية من الحيوانات تأكل النباتات الحيوانات التي تأكل النباتات الحيوانات التي تأكل النباتات هي تقوس المجموعة الحيوانات التي تأكل النباتات يا الله من عدلها أي عفية البقرة جل البقرة المارد عليها في درس العلوم بعدين البقرة الخروف وبعد الزرافة وواحد يقول لي أي عفية السمكة أيضا والقطة تبهنا ابني سأشوف الحيوانات هنا التي أكلت اللحوم هي أسد والنمر والسقر والسمكة والقطة والحيوانات التي أكلت النباتات هي البقرة والخروف والزرافة والسمكة والقطة ماذا سنلاحظ بها؟ سألاحظ هنا سألاحظ بأنه السمكة تنتمي إلى مجموعة الحيوانات التي تأكل اللحوم السمكة تنتمي إلى مجموعة الحيوانات التي تأكل اللحوم وأيضاً راح نلاحظ بأن السمكة تنتمي إلى مجموعة الحيوانات التي تأكل النباتات أيضاً يلاحظ بأن القطة تنتمي إلى مجموعة الحيوانات التي تأكل اللحوم وأيضاً القطة تنتمي إلى مجموعة الحيوانات التي تأكل اللحوم إذن صار هنا تأكل النباتات إذن راح نلاحظ هنا حبيبي التلميذ بأنه السمكة تأكل اللحوم والسمكة تأكل النباتات والقطة تأكل اللحوم والقطة تأكل النباتات راح نمثل هسة مجموعة التقاطع إذن المجموعة التقاطع بي المجموعة التي تأكل اللحوم والمجموعة تأكل النباتات راح نلاحظ بأن السمكة انتمت للمجموعتين والقطة انتمت للمجموعتين راح نمثلها مثل ما قلنا نحن نمثل المجموعة بشكل فن راح نمثل المجموعة التي تأكل اللحوم بهذا وقلنا نسميها المجموعة سين المجموعة سين الحيوانات التي تأكل اللحوم الأسد والنمر والنمر فلا ننسى المكان مالع النمر والسقر والسمكة والقطة هذه المجموعة التي تأكل اللحوم المجموعة التي تأكل النباتات المجموعة التي تأكل النباتات إذن راح نمثلها بشكل فن السمكة هي موجودة بالمجموعتين والقطة موجودة بالمجموعتين أذن، ما بقى عندي هنا؟ بقى عندي البقرة والخروف والزرافة لاحظة حبيبي التلميذ هنا بأنه مجموعة تقاطح وهذا مجموعة تقاطح هاي رحصل هي مجموعة تقاطح هي هاي مجموعة التقاطح مجموعة التقاطح أذن، مجموعة تقاطع المجموعتين وتقاطع كل مجموعتين ينتج مجموعة وتقاطع كل مجموعتين ينتج مجموعة مجموعة جديدة أذن، حبيبي التلميذ، رح نتذكر هنا ش نتذكر؟ أقول لك تذكر ش رح نتذكر؟ رح نتذكر بأنه نرمز لي، تقاطع المجموعة تقاطع المجموعة بالرمز هذا رمز التقاطع اللي يشبه الجبل برمز التقاطع ونرمز لي لي التقاطع بهذا الشكل مثل الجبل إذن، رح أجيها السهنانة نأخذ مثال الثاني على تقاطع المجموعة ونمثلها نأخذ مثال لتكن سين مجموعة أناصر العوامل الأولية للعدد 12 وتأول توصاد مجموعة أناصر العوامل الأولية للعدد 18 وراح أجي أحلها ونمثلها لكم ونطلع مجموعة التقاطع ومالتها ألحظ نحن نقول نرمز للمجموعات بأي رمز؟ إذن رح أخذ مجموعة عوامل العوامل 12 نرمز لها بالحرف سين سين مجموعة عوامل العوامل 12 واحد 2 3 4 6 12 ومجموعة عوامل عدد 18 هي 1 2 3 6 9 18 1 1 2 3 1 أنا مثلتها بهذا الشكل وأيضاً أمثلها بالشكل الثاني اللي هو شكل vin حتى تكون أوضح عليك بالتقاطع يكون أوضح كبداية أن بشكل vin أقدر أنا أحلها بمرتين أقدر أحلها طريقتين بطريقة المجوعة أما أكتبها على شكل الأقواس أو بشكل vin راح أطلع لك أسان التقاطع على شكل الأقواس وبعد ذلك فأجأة أقول سين يعني أقصد سين هي المجموعة عوامل عدد 12 تقاطع صاد والصاد المجموعة الصاد هي أقصد بها مجموعة عوامل عدد 18 يساوي تقاطع كل مجموعتين يساوي لمجموعة تقاطع كل مجموعتين يساوي لمجموعة أخذ عنصر عنصر وأشوفه أجعل العنصر رقم 1 بالمجموعة سين هل موجود في المجموعة صاد إي نعم موجود أذن أنزل عنصر واحد خلي الفارزة شوف رقم اثنين هل موجود بالمجموعة سين مجموعة أصاد إي موجود إذا راح أخلي عنصر اثنين ثلاثة موجودة إي نعم موجودة إذا نخلي ثلاثة أجعل العنصر أربعة هل هو موجود لا إذن ما أصدر أخليه هنا بالمجموعة التقاطع أتركه شوف الرقم ستة ستة موجود إي نعم موجود خلي العنصر ستة اثنى عشر بالمجموعة ما موجود إذن تهت عناصر الموجودة بالمجموعتين بالمجموعتين إذن مجموعة السين تقاطع مجموعة الصاد الساوي للمجموعة اللي عناصرها واحد اثنين ثلاثة وستة واحد وثنين وثلاثة وستة أما تثلكها بالشكل الثاني اللي بيشكل الفن اللي نراحل لها مجموعة السين هي العوامل عدد الاثنعش واحد هذا مكان العنصر واحد اثنين وثلاثة والستة والاربعة والاثنعش هاي مجموعة عناصر العوامل اثنعش ومجموعة عوامل عدد الاثمنطعش الواحد قلنا موجود اثنين واثنين موجود و الستة موجودة والثلاثة اثن اي تسعة وثمنطعش كنا المجموعة الاولى سميناها سين مجموعة الثانية مجموعة صاد اذن اصبح من عند عزيزة تلميهنا واضح حسن مجموعة التقاطع وانها اللي هي الواحد واثنين وثلاثة وستة هي هاي مجموعة التقاطع من هذا المثال اللي اخذناه اش راح نتذكر او اش راح نستنتج اش راح نستنتج هنا راح نستنتج بانه مجموعة التقاطع استنتج اش راح نستنتج نستنتج ان التقاطع شين هو التقاطع التقاطع هو العناصر المتكررة في المجموعتين في المجموعتين أو العناصر المشتركة في المجموعتين صار واضح سعدكم أبناء التلاميذ بأنه التقاطع هو العناصر المشتركة في المجموعتين سنأخذ اتحاد المجموعات اتحاد المجموعات الاتحاد أيضا هو الاتحاد اتحاد المجموعات اتحاد المجموعات اتحاد المجموعات اتحاد المجموعات خدنا اتحاد المجموعات لو سألتكم أبناء التلاميذ من يبيكم يحب لعبة كرة القدم راح تقولون أستاذ احنا نحب كرة القدم ونفسكم إذا سألتكم مرة ثانية وقلت لكم من يحب كرة الطائرة راح أشوف الطلاب المشترك أكو لاعب هنا مشترك في كرة القدم وهو يحب كرة الطائرة اذا راح أجل الذين راح أخذ المثال الذين يفضلون يفضلون لعبة كرة يفضلون لعبة كرة القدم يفضلون لعبة كرة القدم مثلا مثلا احسين و ألا وإبراهيم و أسعد راح نأخذهم خمس لوائب و واحد ثلاث أربعة و مهاء الذين يفضلون لعبة كرة القدم أما الذين يفضلون يفضلون لعبة كرة الطائرة راح أشوف يفضلون لعبة كرة الطائرة محمد محمد و إبراهيم وزيدان و منه بعد نأخذ 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 علي وأخذنا نأخذ النور على 1-2-3-4-5 راح نجي نقولهم يا طلاب أنت اللي حبيت تفضلون هاي اللعب هاي اللعب راح تعالوا اطلعوا النابر راح نشوفكم راح نجمحهم راح أشوف مجموع الفريقين يا فريقين هم اللي يفضلون أي الفريقين اللي هم يفضلون اللعب مالتهم الفريقين راح نجمحهم الفريقين راح نجي أول فريق أول لعب الفريق هو حسين و علاء وإبراهيم وأسعد وبهاء أجي خلاص اللي يفضلون كرة القذب أجعل اللي يفضلون كرة الطائرة محمد و إبراهيم شوف لحظة عزيز التلميذ أنه إبراهيم هو موجود باللعبتين إذا ما يصن كتب مرتين كتبناه مرة واحدة إذن تتذكرون احنا من قلنا بالمجموعات أقولنا لا يجوز تكرار العنصر في المجموعة إذن إبراهيم سيتترى من يكتب إذن اللعب الآخر هو زيدان واللي بعده علي و سأجد هنا على موجود إذن أيضا لا يتكرر أسف قوس المجموعة أسف قوس المجموعة إذن هذه المجموعة بين الفريقين سنسميها مجموعة الاتحاد هذه نسميها مجموعة الاتحاد مجموعة الاتحاد وعيضا نتذكر بأنه نرمز تذكر بأنه نرمز لمجموعة لمجموعة الاتحاد بالرمز هذا الشكل يرمز هذا الشكل يشبه الوادي قلناكم التقاطع يشبه الجبل والاتحاد هاي التقاطع هاي التحاد هو اللي يشبه الوادي رح أخذ مثال آخر عليه اتحاد المجموعة نأخذ مثال يتكن سين تساوي واحد ثلاثة أربعة خمسة وصاد تساوي عناصرها ستة خمسة سبعة ثلاثة اثنين أقول لك جد سين اتحاد صاد أقول لك جد سين اتحاد صاد معناها تخلي سين تتحد ويا المجموعة صاد هنحل الحل سين مجموعة سين اتحاد مجموعة صاد تساوي أخذ المجموعة الأولى هي المجموعة سين واكتب عناصرها واحد ثلاثة أربعة والخمسة خلصة أجعل العناصر المجموعة صاد ستة أجعل العنصر خمسة موجود إذن لا يذكر العنصر المرتين خمسة السبعة ما موجود خمسة السبعة والثلاثة أيضا موجودة بس الاثنين ما موجود إذن الاثنين وأسط قوس المجموعة من هذا نستنتج حباء التلاميذ بأنه الاتحاد هو جميع العناصر بدون تكرار إذن من هذا نستنتج حباء التلاميذ بأنه الاتحاد هو جميع العناصر ولكن بدون تكرار نكتب نستنتج الاتحاد هو جميع عناصر عناصر هو ضم هو ضم جميع العناصر المجموعتين الاتحاد هو ضم جميع عناصر المجموعتين في مجموعة واحدة بدون الواحدة بدون تكرار بدون تكرار راح نأخذ مثال راح نأخذ مثال خلي بالاتحاد والتقاطع خلي بالاتحاد والتقاطع سوى حتى يقدر نحلهم لأنه يجيكم بالامتحان يجيكم بالامتحان الشهري وهذا كل مهمة لكم إن شاء الله في الصف السادس نأخذ مثال لتكون عين تساوي ثمانية تسعة سبعة وستة ومهم تساوي واحد اثنين سبعة ثمانية وستة ونأخذ أربعة جد سين تقاطع صاد وسين اتحاد صاد تبعي بالتلميذ هنا أشعر حاجة حالها سين تقاطع صاد احنا عرفناها بعشرة تقاطع سين 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 تقاطع المجموعة قلنا التقاطع هو العناصر المتكررة في المجموعتين هو العناصر المشتركة المتكررة في المجموعتين أخذ العنصر الأول هنا مجموعة مجموعة عين تقاطع ميم وعين اتحاد ميم عين تقاطع ميم المجموعة عين عناصرها ثمانية احنا قلنا التقاطع هو العناصر المشتركة أخذ العنصر الأول ثمانية أشوف هل موجود في المجموعة الثانية نعم موجود أكتب بالمجموعة الجديدة اللي هي مجموعة التقاطع ثمانية عنصر تسعة هل هو موجود لا ما موجود سبعة موجودة تكتب سبعة واسط قوس المجموعة إذن نتجني مجموعة التقاطع المجموعة عين والمجموعة ميم مجموعة جديدة تكون عناصرها سبعة وثمانية المطلب الثاني عين اتحاد ميم تقوس المجموعة قلنا الاتحاد حسب ما نتذكره هو جميع العناصر بدون تكرار إذا نأخذ مجموعة عناصر العين ثمانية تسعة سبعة وستة أروح المجموعة ميم واحد ما موجود العنصر واحد يكتب والاثني أيضا ما موجودة نكتبها والسبعة موجودة إذا ما لا تتكرر وثمانية موجودة لا تكرر إذا يبقى عندي بس الرقم أربعة وأسط قوس المجموعة إذا من هذا المثال أعزائي التلاميذ من هذا المثال أعزائي التلاميذ حرفنا مجموعة التقاطع ومجموعة الاتحاد نعيدكم على السريع التقاطع هو التقاطع هو انتماء العنصر إلى المجموعتين أو تكرار العنصر في المجموعتين والاتحاد هو جميع العناصر ولكن بدون تكرار العنصر ولكن بدون تكرار العنصر أعزائي التلاميذ إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة